وفي لقاء خاص للتلفزيون المصرية أكد عدد من النواب أن قانون سوق العمل يهدف لإصلاح المناخ الاستثمارية في مصر كما أكد النواب أن اتفاق منحة التعاون المصري السويدية تساعد مصر على تعزيز مكانتها إقليميا كمولد للطاقة بالفعل اليوم تمت موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق رأس المال القانون في منتهى الأهمية القانون يهدف إلى إصلاح المناخ الاستثماري في مصر في قلب من هذه التعديلات كانت إصدار سندات التوريق والسماح للجهات العامة والخاصة كجهات اعتبرية بإصدارها يجوز لهيئة أسواق المال القيام بعمل محفظة التوريق وهذه المحفظة بإعطاء تمويلات بناء عليها أو إعطاء دفعات بناء عليها بناء على التطفقات النقدية التي تدخل للهيئة أو الشركات المخاطبة بإحكام هذا القانون النهاردة مجلس النواب وافق على منحة الصندوق السويدي الدولي هي منحة لا تحمل الدولة أي أعباء مادية بل أنها تساعد مصر في تعزيز مكانتها إقليميا كأنها تبقى مولد للطاقة إقليميا ورفع شبكة الكهرباء سواء في جميع المحافظات أو برضو الدول المجورة كرار رئيس الجمهورية 2 لسنة 2022 هو متعلق باتفاقية زيادة منحة متعلقة بتجديد القاترات داخل جمهورية مصر العربية حقيقة هو مهم جدا نظرا لأهمية التطوير اللي موجود في هيئة السكة الحديد واللي وجه بيها فخامة الرئيس ترجمة نانسي قنقر